ماذا بعد تحرير معسكر خالد؟ سؤال يطرحه المراقبون الذين رأوا في استعادة هذا المعسكر تعزيزاً كبيراً لمسار العمل العسكري في جنوب غرب البلاد وإذاناً ببدء عملية عسكرية شاملة لاستكمال تحرير محافظة تعز أو هكذا يفترض ونحن ليس هدفنا معسكر خالد الوليد وإنما هدفنا اليمن عمومياً كاملة ونشتي نحن تعز ونشتي صنعاً ونشتي صعداً ونشتي حقاً ونشتي كل شبر من اليمن الاستعداد لمواصلة المعركة وفق الخطة المفترضة يحيل إلى الأجندة الوطنية التي يعمل عليها هؤلاء المقاتلون فليس هناك أوضح من الطريق التي تقود إلى الاستحقاق القادم المتصل باستكمال تحرير تعز المحافظة التي ينتمي هذا المعسكر إلى جغرافيتها فائقة الأهمية بالنسبة لليمن قطع الامداد عن مقاتل الميليشيا في هذه المحافظة وحده لا يكفي في ظل ما يرى المراقبون أنها الفرصة المواتية لخوض عمل عسكري متواصل حتى دحر الإنقلابيين من كامل محافظة تعز وتخفيف الأعباء العسكرية والأمنية والمعيشية والإنسانية التي تعاني منها المحافظة نتيجة الحرب والحصار المفروضان عليها من قبل الميليشيا منذ أكثر من عامين ونصف العام هذا جزء من الترسانة العسكرية المتبقية في معسكر خالد التي تعرضت على مدى الأشهر الماضية لضربات متواصلة من طيران التحالف مهدت الطريق أمام استعادة المعسكر بشكل نهائي من أيدي ميليشيا الحوث والقوات الموالية للمخلوع صالح الأهمية الاستراتيجية للمعسكر هذا يعتبر هو ترسانة الشريط الساحلي والممر الدولي وأيضا توصيل كافة الدعمات إلى محافظة تعز وإلى معسكر العمري وإلى الحديدة لم يعد بوسع الانقلابيين بعد اليوم استخدام الخط العام الرابط بين الحديدة وتعز ولن يكون بوسعهم التحرك بحرية على خط إمداد مفتوح يصلهم بالمجامع الميليشياوية المنتشرة في الوازعية وكهبوب والعمري لكن ذلك يستدعي بنظر الخبراء الاستراتيجيين المضي قدما في التضييق على هذه المجامع وطردها بشكل كامل من الظهير الجغرافي الهام لباب المندب وميناء المخل استراتيجيين خسارة فادحة تلقاها الانقلابيون إثر تحرير معسكر خالد تدفعهم إلى الاستماتة في تكرار المحاولات الفاشلة لاستعادة السيطرة على هذا المعسكر لكن بخسائر تراكم رصيد هزيمتهم المحتومة التي تلحف الأفوق